إن الدين عند الله الإسلام إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل غيره هو دين الإسلام والإسلام المقصود في الآية الكريمة هو الإسلام بمفهومه العام وهو الاستسلام لله بالعبودية والانقياد له بالطاعة ذاك هو دين الإسلام الذي نادى به جميع الأنبياء والرسل منذ آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم قال نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين وصرح بها إبراهيم عليه السلام وقال أسلمت لرب العالم ودعى موسى قومه إلى الإسلام وقال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وصرح الحواريون كذلك وقالوا لعيسى عليه السلام وأشهد بأننا مسلمون ذاك هو دين الإسلام بمفهومه العام وهو الاستسلام لله بالعبودية والانقياد له بالطاعة نيجي بالتاني نقطة وهي نقطة مهمة جدا أخذ الله عز وجل على جميع الأنبياء والرسل في كتبهم لأن أتاه محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويتبعوه وينصروا فجميع اليهود يعلمون من كتبهم علم اليقين أن هناك نبي لآخر الزمان وله صفات مذكورة في كتبهم وأن عليهم جميعا الإيمان به واتباعه وتصديقه وكذلك النصارى يعلمون من كتبهم أن هناك نبي لآخر الزمان مأمرون جميعا بالإيمان به والتباعه والتصديق به فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوه انقسموا إلى فريقين فريق مؤمن وفريق كافر وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب لم يكن اختلاف اليهود والنصارى بشأن محمد صلى الله عليه وسلم عن جهل وإنما كان عن علم فعلموا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان المذكور في كتبهم وعلموا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا باطل معه ولكن لماذا فعلوا ذلك بغيا وحسدا وظلما وعدوانا وطلبا للرياس والمال ظنوا أن باتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم سيخسرون كل شيء سلطتهم وأموالهم وأهواءهم وشهواتهم فآثروا الكفر على الإيمان ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أليس ذاك من العدل بلى هو من العدل من يكفر بآيات الله ويجحدها بعد أن عنمها فإن الله سريع الحساب وسيجازيهم على كفرهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى دين الإسلام وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن جزاكم الله خيرا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب